موسيقى موسيقى عايز عربية يا عبودة بس يكونوا رأيها سليمة طب بديني ومين ثلاثة كده أزبط فالك بس ده عشان انت حبيبي يعني ومين ثلاثة تميه؟ أنا عايزها دلوقتي دلوقتي يا كبير؟ انت عايز نقلب لك عربية من الجراش ولا ايه؟ ليه؟ رواحنا حرامية وانت مش عربيةك سليمة؟ انا عربية سليمة، طب قاتل مفتاح مفتاح يا كبير، بص احنا ممكن نقلب عربية من الجراش انا عادي يعني عبودة المفتاح ألف شكرا عبودة طول عمرك مجد أو صاحب مجد روز بنقصته ألو؟ يا شاب بقولك في بلطة جاية تكون كسروا علينا البيت وخطفوا بأسمة ايوة وقالوا ان انت تعرفهم كويس وتعرف توصل لهم كمان امتى الكلام ده حصل؟ من خمس دقايق كده من دول يا شاب وفين بأسمة رحيم كويس كويس أهو يا حبيب أمبو ده تفرض ملايات من ساعد ما خطفوها أنا عايزة بأسمة يا شاب قاتلي بنتي يا شاب يا بأسمة اهدي اهدي أنا هتصرف اهدي طيب اقفلي دلوقتي وأنا هكلمك تاني يلا سلام يا حبيبتي يا بنتي بابا احنا عايزين نشتري حبيبتي انا الكلمة دي بتغزني جداً ايه عايزين تشتروا اي حاجة وخلاص؟ وبعدين انتم من الاتنين خدتم مصروفكم خلاص ايه حبيبتي هتناك كده اللي احنا جيني في الصحر هقولك كلام ده خل يا حبيب عشرة جنيه عشرة جنيه عشرة جنيه بات هنجيب بيها احنا اللي اتنين ايه عشرة جنيه بات دي عشرة ايه كنتوا بصرفها في سانة ولا بس النقر بس بس كمان انتم هتتأمروا يلا خدوها وامشوا يلا روحوا العشرة جنيه بات بات ايه؟ مركز مع ايه كده؟ مع الدنيا صحيح انا قريت الخبر بتاق داليا حامد ده والست دي معتقدش ابداً ان يكون لي علاقة لمخدرات مو دي تعرفياً مين؟ كانت بيدي الدنيا دارس السنة اللي فاتت في التنمية البشرية وقعدنا فترة كده متصاحبين ست في قمة الاحترام والإخلاص عادي أولاد الناس ممكن يغلطوا يغلطوا ماشي لكن مخدرات مستحيل وبعدين أنا عرف أنه كانت مخطوبة الرجل أعمال مهمة قوي على ما أعتقد اسمه زياد عماد بالزبط عماد هو عملت إيه في عرض صاحبك عرضي يا حبيبي العرض بتاع شركة الأمن الخاصة أنا عملت سلشة عن الموضوع والموضوع طليع مربح جدا هين الحياتنا أميرة أنا معرفش أغير من أن أكون زمد ما هو يا حبيبي يا أميرة قلتلك مئة مرة قبل كده المسألة بالنسبها لي مش مسألة شوغل أنا بعمل حاجة مسادة هاوي ومحمد ربنا أنه بداني فرصة عشان أخدم البلد دي ذا كرم منه أنا بعمل كده عشان أولادي عشان مقرأ يبقى أحسن وانت تجاوزيني جدا وحافضل كده لحد ده ما موت بعد الشر عليك يا حبيبي ما تقولش كده حتى ده يا حبيبتي مش شر لو حموت عشان خطر البلد دي يبقى كرم من ربنا ودمير ويا أرضع أهماني ولا مش فهماني يا أمر انت ايه ده أنا لا عز صوت ولا عزنا هنا ها يوه بقولك ايه الراجل اللي جوا دا ما عرفش أي حاجة ها ولا هيعرف حاجة عن الموضوع طب رجع لبنتي يا شاب وانا بشرف أمي ما حفتح بقى بكلفة هترجع أمو بسمي هترجع شرف أمك لا ترجع أهلا 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 رمو السانيورة ألا مالفين لنجمة الجماهير عندها تصوير اللي من دول حاجة آه تصوير السادة يا عاد انت الراجل وبتسمع كلام أبوك وبتعرف تتصرف صح وارتياك إجري يا عاد لم امراتك روحت ملقيتش امراتك لميت امها بسرعة وفاة الحاج كان بيوصيني عليكو يعني آه بقولك يا حاج هما بس ما هتوعد معنا اللي من دول كده هنا فين هيا حاج في البيت في البيت آه آه هتاخد بالها من رحيم الصغير آه سوعد اه وانا بقى هادي مصلحة كده وأجي على طول ها ماشي يا عمو السانيورة إن شاء الله بتعرف تتبوكي ولا زي بنتك كله نواشف ههههههه.. إنت أتقررت كده ليه.. افتكرتك روحت من غيري.. ده أنا وعدك.. قلوا إني عارف إني مشوار مش سهل.. أو.. بس أنا مش حقوق هنا الواحتي.. وأنا مش هسيبك.. هتفضلي معي على طول كده أيملك.. أنحن لازم نتحرك بالوقت حاليا.. البسدول رحيم أنت لما طلبت ميني أنساك؟ أنا ما عرفتش عرف لي؟ لأن أصلاً ما حاولتش أبوكي فين؟ طب يعني صباح الخير أبوكي فين؟ أبوكي فين؟ تفضل جوا هندهولي يا موسيقى أنا مش فاهمة هو فيه إيه دن 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 عالباب روح عندها يا حلمي هو فيه حاجة؟ روح عندها يا حلمي هندهولك هندهولك الموبايلة هو المكالمة واحدة بس وتكون مسايرة فضلي مش ما لك يا دي حشاب؟ أبوارد خطف بازم إيه؟ لسه عمال أفكر هنهبق عليه إزاي؟ ومين هيتطلع معنا الطلع دي؟ لا هنطلع ولا هنهبق جمع رجالتك ويلا بينا أقطم خلاص ماينفعش بس ما عنده وفي أي وقت ممكن يخلص عليها معك تليفونه؟ آه معي الزفت ده قوله أني ممكن أطلع جدت أمه من توربيتها وأحرقها لو هي اللعبة كده إخرص إخرص أبوارد يعني مش هيكر معالك المئتين دول ده ممكن يجب لك الجازي لو هلع به في أمه وربنا معي إخرص خد أيوة أيوة أبوارد معاك حلم حلم العجاتي بلغني حوار هشام السيوفي ماشي ماشي إنت ليك حق أكيد وهتاخده بس إحنا يعني من إمتى مندخل النسوان في شغلنا ماشي ماشي هجيلك سلام إيه؟ بشرت علينا؟ بيتأمر ما أنت السبب يا حلم أصل أنا فاهمك؟ لا أصل ولا فاصل بقى اقتم الحوار ده لازم يخلص وبسرعة إذا ما كانش عشانك عشان خاطر البت الغلبانة دي بس المهم بقى ما تتصربش من دماغك تاني أمين؟ ما تبص ليش أمين؟ أمين ألو ألو ماما أنت وحشاني قوي قوي داليا حبيبتي أنت الوحشاني قوي أنت فيه؟ أنت كويسة؟ أنا كويسة الحمد لله ما تقلقيش داليا حبيبتي أنت مع رحيم؟ تبي معي؟ داليا حبيبتي أرجوك ترجعي رحيم هيورطك ما تقلقيش يا ماما أنا عارفة أنا بعمل إيه؟ أنا حفضل خايفة وألقان عليك كده غاية ما ترجعيلي داليا يا حبيبتي خلي بالك من نفسي حاضر يا ماما حاضر باي ربنا يحميك يا حبيبتي العبيد أحمد الديب من الأمن الوطني